تعالوا نروح لزميلنا سالة حامد من أهل الجزيرة وفاروق صلاح من أهل المدينة ناصر ونتعرف على آخر الأجواء عندهم هناك فضال يا سالة طبعا برحبتك كابتن أيمن أكيد وبكل ديوفق الكرام في الستوديو كابتن أحمد بلال والكابتن أسامة عرابي وكابتن أسامة حسني وكابتن علاء ميهوب وبكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان يمكن طبعا زي ما كابتن أيمن حضرتك قلت أنا حاليا هكون مع حضرتك ومع كل مشاهدي قناة الاهلي من داخل مقر النادي الأهلي بلالجزيرة عشان لحضرتك ولكل مشاهدي قناة الاهلي كل الأمور والأجواء والاستعدادات هنا والتجهيزات قبل بداية وانطلاق مباراة اليوم مباراة السوبر طبعا ما بين النادي الأهلي وطلقع الجيش اللي إن شاء الله هتقام فيه تمام الساعة السابعة مساء على ملعب استاد الجيش ببرج العرب طبعا كابتن أيمن خليني أقول لحضرتك في البداية يعني بدأ بالفعل أعضاء النادي الأهلي تتوافد على مقر النادي الأهلي بلالجزيرة يمكن كنت موجود أنا هنا قبل ما كنت محضرتك على هواق مباشرة من بدري بالفعل يعني الأعضاء بدأت تتوافد على مقر النادي وكمان يعني الإدارة الخدمات والإدارة التنفيذية بدأوا فيه الاستعدادات والتجهيزات يمكن جهزوا يعني كل المقاعد والكراسي نظموها طبعا بشكل جيد عشان الكل يكون عنده الإمكانية أن هم يلاقوا يعني مكان يحجزوا أو يعودوا فيه أثناء مشاهدة إلا مباراة وكمان عشان يعني ما فيش أي عضو يواجه أي مشكلة أنه هو طبعا يشاهد المباراة بشكل جيد فكانوا حرسين جدا على أن هم يعني نظموا الأماكن بشكل جيد قبل ما الأعضاء يكونوا متواجدين هنا داخل مقر النادي الأهلي بلالجزيرة كمان يعني غير المقاعد والكراسي كانوا حرسين برضو على أن هم يوفروا أكثر من الشاشة عشان تنكل أو تعرض يعني مباراة النادي الأهلي نهارده وطلاقع الجيش غير الشاشة العرض الشاشة الرئيسية كمان فيه أكثر من الشاشة موجودة يعني سواء عند ملعب مختار التتش أو فيه يعني المبنى الاجتماعي أو كمان عند المنافذ الموجودة هنا داخل المقر كل دي يعني شاشات موجودة بجانب الشاشة العملاقة شاشة الرئيسية عشان الكل كمان يكون عنده الإمكانية وأماكن تكون متوفرة لكل أعضاء النادي الأهلي لمشاهدة مباراة اليوم يعني كمان مع إدارة الخدمات والإدارة التنفيذية معهم جميع أفراد الأمن تحت قيادة طبعا سات العميد ده علاء صلاح اللي بيقوم طبعا بدور كبير جدا هو وجميع أفراد الأمن يعني هو مع إدارة الخدمات والإدارة التنفيذية عشان يعني يلبوا أو يجهزوا إلا الأمور كلها بشكل جيد ويكون فيه كل تسهيلات أو جميع التسهيلات لكل أعضاء النادي الأهلي لمشاهدة مباراة اليوم وده كله يعني بيتم هنا يا كابتن أيمن داخل مقر النادي مع تطبيق كافة الجراءات الاحترازية طبعا الحفاظ على سلامة الجميع يعني كده طبعا يا كابتن أيمن كانت كل الأمور هنا وكل الاستعدادات والتجهيزات قبل بداية وانطلاق مباراة اليوم يعني أكيد أنا هكون معك أنا وزملائي يعني من جميع فروع النادي الأهلي عشان ننقل حضرتك كل الأجواء قبل المباراة النهاردة وما بعد المباراة إن شاء الله الأجواء ما بعد المباراة فطبعا مستمرين مع حضرتك يعني على مدار اليوم والآن لعودة مرة أخرى للستوديو الكلمة ليك طبعا يا كابتن أيمن تفضل شكرا جزيلا لسالة ومن سالة